سلام لبنات كديرين بخير لبس عليكم كانت مننا ان شاء الله انكم تكونوا في افضل حال مرحبا بكم معايا في القناة ديالي فان شاء الله يعني الناس اللي اول مرة كيشوفوا القناة ديالي فما تنسوش انكم يعني تشاركوا معايا وتضغطوا على زر الاشتراك وكذلك تفعلوا الجرس والناس يعني اللي مشتاركين معايا من قبل فيعني من عافاكم الى ما ديروا لي هاس نميش الجرس حسين اكثر يا ما سيصلوش لغيو الجرس وعودو فعلوه وكذلك متنسوش لايك للفيديو الى اعجبكم فاليوم ان شاء الله كما يكيب عليكم غادي نشارك معاكم واحد تبريمة صحراوية رائعة هاد تبريمة صحراوية كنك احني كنديروها في المناطق يعني الصحراوية من الحكم ديالي انا من المناطق يعني الصحراوية فهد الوصفة هدي رائعة وان شاء الله بتاع الناس اللي هنا يعني اللي كيبغي يمشي الحمام ولا شي هاد دروري كيديرها كلي كيدير غير الحنة والداد والحماد كل واحد شنو كيدير على حسب مي انا درس فيها هاد المكونات هادو اللي كيبنوا لكم على الصورة فهي يعني وصفة رائعة وهاد الوصفة هدي رائعة حتى الناس اللي عندهم اللي هتخاص يعني اللي عندهم نتخاص في الجسم ديالهم او في الرجل ديالهم لان فيها الداد والداد فهو رائع يعني رائع اللي قعل هذوك اللي طرس اللي تيكونوا دي الحوب اللي كيكونوا في الرجلين او في الليدين ولا هادا فالداد رائع يعني من الاحسن انكم تشريوا الداد تشريه عواد الى يعني انا بعتوا الناتيجة تشريوا الداد عواد وتجيبوه الدار و تدقوه فصراحة كيعطيه مفعول جوشت المرات يعني انا كنت استعملتو جوشت المركن جبتو من عد العطار ودقيتو وكتكن ديرو غير مع الحناء والحامض وكتكن ديرو كالعدي اه الاثر ديال الحبوب في الارجل ديالي وصراحة مشا مبقاش فيعني كالاكد يعني اللي بغى يعني الداد من احسن انك تجيبوه ودقيه يعني اما اللي شريته من عد العطار فكيكون برد هوتهوة يعني عنده مفعول غير قدر انه يكون عنده قديم ولا شي حاجة فان شاء الله كما قلت لكم الوصفة دياليوم هي يعني سبريمة صحراوية وهاد الوصفة هدي كنحتاجو فيها تقريبا كما اكيبا لكم يعني خمسة ديال المكونات فعدنا الحنة يعني الحنة اه من احسنك بتكون هاد الحنة هادي يعني ما تكونش ديك الحنة الخضرة باش ما تشدش لك يعني في الجسم ديالك حيس كيال ما كيبغاش الحنة انها يعني تشد ليه في الجسم دياله فمن احسن انها تكون غير هاد الحنة يعني اللي تكون عندكم يعني ديال تكون اما قديمة يعني ما تكونش جديدة من احسن. وكذلك كي اللي كي بغي انها تشد له في اللحم دي الودي رحنا يعني حنا خضرة. اه وكذلك كين اه سكر يعني سكر خاشن. وهنا يا كما كي بليكم الورد. فالورد هذا الورد مخلط بشي عطار يعني كي يجيبوه من البلاد. فانتم يعني لكم توفر عبدكم غير الورد عادي ببحده فتستعملوا غير الورد عادي. وكذلك هنا يعدي خزامة. خزامة فتها رائحة كتعطي واحد رائحة للجسم رائعة. وهنا كذلك عندي الداد. الدادة دا جبته ودقيته يعني في الدار. وكذلك عندي الحامض. فالحمضة غد نستعمل غير نصف حامضة. نصف حامضة هدي هي اللي غد نستعمل في هاد آآ في هاد الخلطة يعني خلطة السحراوية. في هاد الخلطة هدي كانوا كيديروها كما قلت لكم يعني الناس وخلطة كانوا كيديروها العروسة. كانوا كيديروها لها بحل متلا كيديروها ليوم. وكي خلو ها كي خلوها تلتيهم ك الفيط يوم يعني ل Jaii عاد باش كس مشي الحمام. في يعني تخلي فيها واحدة رائحة زوية. وكذلك كسرت طبحت هادة. قسرت طبحته الجلد. يعني مع انه فيها السكر. فيها السكر فكسرت ولجلد. ويمكن يمكن لكم تضيفو لها حتى آآ نشائل كان عندكم في الدار او عدكم هذا الفول مدقوق او عدكم حتى آآ الرز يعني اي حاجة متوفرة عندكم اللي يعني آآ رائعة للوجه واللي كتقم يعني بتصفية الوجه فيمكن لكم انكم تتعملوها فان هدو هم اللي متوفرين عندي ولكن انا كتكن دير الحناء والداد الحامض فصراحة كانوا رائعين كي يعني كي حيدو لي قعدك لاتخاص ديال الحبوب اللي كيكونوا في قعد لاتخاص ديال الحبوب اللي سيكونوا في هذا يعني اللي سيكونوا في الجسم ديالنا فآآ غادي انخلطوا هاد الوصفة هادي بالماء يعني ماء عادي وكذلك غادي انه هذا آآ ماء آآ ماء الزهر ماء ماء الورد عفوا ماء الورد اللي عندو ماء الورد في يعني يدير ماء الورد اللي ما عندوش ماء الورد يمكن انه يدير غير الماء بوحده فغادي ندير تقريبا ملعقة كبيرة ديال سكر الخاشن او سكر السانيدة وغادي نضيف لي تقريبا الورد فالورد كيكون في هاد طريق هدا يعني ديال البلاد هدا يعني فيش يعطر خير من غير الورد وكذلك الخزامة دبها الداد درس الداد كامل وخزامة كذلك غادي نديرها غادي ندير خزامة كلها فقط جبتها يجتهي جبتها للطرف فقط قدري حزوينا جبتها للطرف ودقيتها فبقيت بحال هاك يعني بس فيس موالو خليت على هاد الشكل هذا ومن بعد ان شاء الله غادي نضيف الحنة فايما قلت لكم الحنة يمكن لكم هدي ما غاديش تشد لكم بزاف يعني في الجسم ليا لكم اما اللي قدرت بديك الخضرة جديدة فيعني غادي تشد لكم كذلك قدرت يعني الحامض جبتها وعصرتها جبتها وعصرتها وغادي نزيد له كذلك اه الماء فكما قلت لكم يعني ماء الورد كي بقى اختياري يعني بغيتوا تديروا ماء الورد فاكتديروه ما بغيتش تديروه ماشي مشكلة غا تخلطو غير في غير بالماء صافي ادي هي الوصفة قدت لكم صراحة رائعة يلا بقى شوك تتبعوه فهد الوصفة كانو كيديروهم يعني جددنا زمان فصراحة رائع ما كانو كيحتاجوا للريحة للزهر لاتشي حاجة هدا هي الريحة دي لهم وده هو الزهر ديالهم كيستعملوها في اي تحميمة كيبعو يمشو بيال حمام كيستعملو هد الوصفة هدي فصراحة وصفة رائعة فده باكي ما كيبليكم غادي نضيف شو بيا ديال آآ غد نزد كدلك شوية ديال ماء لغرض ونخلط كل شي مزيان صافي وهي التبريماء ديالنا موجودة فكي ما قلت لكم هات تبريماء هدي ممكن لكم بديرو فيها الفول حمص اي حاجة كي نعدكم مرائعة البشرة ديروها آآ ديروها كدلك كي يدير الحليب يعني حليب آآ حليب بودر كدلك اللي كيديرو فانا يا قلت لكم غير الحنة غير الحنة والداد فهي رائعة وزدت عليها كذلك السكر لان السكر يعني كي رائع يعني كي يقوم بترطيب بترطيب الجسم كي يحيد قاعدوك الخلايا الخلايا الميتة اللي كتكون عندنا في الجسم ديالنا فيعني وصفة آآ وصفة رائعة لكن خلطوا زيان هاد الوصفة يعني بغرتي تديروها مسلا يعني تديروها من آآ يعني من آآ ديروها في الدار ديالكم وتمشيوا وتمشيوا بها الحمم فصراحة تجي زوينة يعني كترتب البشرة كلها يعني كتديروها الجميع البشرة اللي بغسيتدوله احتى الوجه ديالكم فديروها ولكن كل واحد والراغبة دياله كلي ما كي يبغاش يديرها ص entschieden ديروهو كتمشيوا بها الحمام. ولا احتاج تمشي اه الحمام. وعادة باش ديروها. فيعاني ها تبريما يعني ها كل شي كيعرفها. وصلاحة راعيها. وكل واحد شنو كيدير فيها كي اللي كيدير فيها بزاف يعني ذي المواد وكي اللي كيدير غير هاد المواد يدرت انا. وكي اللي كيدير غير حنباح ادها والحامض. فكل واحد. ويعني شنو كيديرو. ولكن صراحة هاد الورد اخذامة فكي خليوا الريحة يعني من كتجي من الحمام كتبقى فيك رائحة رائعة ومعقوب كذلك يعني مكونات رائعين لصحة يعني لصحة البشرة وهذا هو فيديو اليوم اللي حبيت انني نشاركه معكم يعني تبريمة صحراوية اللي آآ اللي كنديرو دايما يعني عدنا في في البلاد فكنتمنى كما قلت لكم فيديو اليوم انه يعني يكون نال اعجاب ديالكم وعفاكم دايما يعني ما تنسوش انكم اللي دخلت عفاكم تدير لي اياه لايك لهذا يعني يجيم جيم لي الفيديو وكذلك تبقى تجي القناة مع الاصدقاء ومع الاحباب آآ مع الاحباب وكذلك ما تنسوش انكم تلغيوا عفاكم الجرس تلغيوا الجارس ان الناس اللي مش تركوا معايا قدام يلغيوا الجرس ويعودوا يفاعلوا حيث اكثر ياما كتوصلوا مش الاشعارات من عندي من القناة ومعرفش آآ مناش هاد السبب آآ مناش هاد السبب هادا وكنتمنى انكم تكونوا في افضل حال وكنتمنى انكم من كونش طولت عليكم الفيديو اوقت كنادر فزاف والى اللقاء ان شاء الله في آآ والى اللقاء في وصفة اخرى ان شاء الله او فيديو اخر ان شاء الله وسلام عليكم